في إطار عمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وضمن خطتها في اختبار جهزية مختلف الجهات المعنية وتحديث وتطوير الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث فقد تم صباح اليوم تنفيذ تمرين عملي تحت شعار وطني البحرين 2017 تضمن فرضية سقوط طائرة ركاب على منطقة ماهولة بالسكان وشاركت فيه عدة قطاعات بوزارة الداخلية بالتعاون مع قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الصحة والأشغال والبلديات والمواصلات والتربية والتعليم والمجلس العلى للبيئة والمركز الوطني لمواجهة الكوارث وهيئة الكهرباء والماء وقد عرب سعادة الواط طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث خلال تفقده المركز الوطني لمواجهة الكوارث وموقع إجراء التمرين عن متقديره للمستوى المتقدم من العمل المشترك بين مختلف القطاعات والأجهزة مؤكدا أن التمرين تم تنفيذه بنجاح وحقق أهدافه المرجوة من خلال تعاون كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات وعملها بروح الفريق الواحد الأمر الذي من شأنه تعزيز أعمال التدريب المستمرة لمواجهة أي مخاطر والتعامل مع مختلف الحوادث وأضف أن تمرين تضمن العديد من الدروس المستفادة لرفع معدلات الكفاءة من خلال التعريف على نقاط القوة وتعزيزها وكذلك الأمور التي تسوجب رفع الجاهزية منويا إلى أنه لن يكون الأخير وإنما ستتبعه تمارين أخرى وبصورة أكبر بما يساهم في رفع جاهزية مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة ودعم قدراتها على سرعة الاستجابة للحوادث والكوارث عند وقوعها والحد من تأثيرها وسرعة التعافي من نتائجها وأشار رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث إلى أن التمرين تم تصميمه لاختبار الخطط المعتمدة وقياس الجاهزية لدى القطاعات المعنية واختبار مستوى التنسيق والعمل الميداني المشترك بهدف التعريف على فرص التحسين وتطوير القدرات وتحديث الأجهزة والمعدات والأنظمة والتعامل مع الحوادث الخطر والكوارث وقد جاء التمرين المشترك تفعيلا لتوجيهات مجلس الدفاع المدني بتنفيذ التمرين الوطنية الوهمية وتنفيذا لما تقتضيه الخطة الوطنية لإدارة الكوارث بهدف التأكد من الجهزية والاستعداد والقدرة على التنسيق في التعامل مع أي حادث حيث يعد التمرين جزءا من منظومة التمرين الوطنية الهدفة إلى تفعيل الخطة الوطنية وإجراء التنسيق بين الجهات المعنية إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة العامة أثناء تطبيق ومعالجة المواقف التي تتطلب جهدا مشتركا وتقييم مدى التنسيق بين الجهات والسعي للوصول إلى تفاهم شامل يحقق الهدف المرجو بصورة احترافية في التعامل مع الحادث والحوادث الأخرى المترتباء على ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة